اشتركوا في القناة المعلم تراثنا الثقافي والاجتماعي وتاريخنا كله في العراق وفي كل دول العالم لكن نتكلم عن العراق المعلم كان لديه قيمة كبيرة لدينا المعلم أساس نهضة الأمم أساس نهضة الوطن أساس نهضة المجتمع وكذا كنا نعرف وأساس التربية الصحيحة التي نتربى عليها أجمعين لذلك خرج من العراق علماء ومهندسين وطباء وخيرة العقول خرج العراق لكن خلال 21 سنة التي مضت صار الاحتفال بعيد المعلم أشبه بنكتة ونكتة سوداء لأن واقع التعليم وواقع المعلم من أسوأ ما يمكن وهذه المناسبة أصدر يعني الكل يتحدثون لكن بهذه المناسبة رئيس ما يسمى بتيار الحكمة الوطني عمار الحكيم طبعا أنا لا أعرف ما علاقة يعني تيار الحكمة بهذا التيار يعني ما علاقة عمار الحكيم بالحكمة اللي أنه يعني من اسم الحكيم وهذه أيضا نكتة ونكتة كبيرة لأنه كثير اسمه سلام وهو مصايبة كبيرة جدا وهو حرب على الآخرين اسمه صباح وهو أظلم اسمه سعيد أو أسعد وهو أكثر الناس كآبة وحزن وهكذا بالنسبة لأسماء كلها الأسماء لا ترتبط ربما بشكلها يعني لا تعبر عن المضمون أما إذا كان الحكمة من الحكمة من الغصانة في التفكير وغصانة في القول وغصانة في الرؤية فهذه ما العلاقة لا بتيارهم ولا 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 كلمة الوطني وفرطة الوطني لها علاقة بهم لكن هكذا عموما لنعود إلى موضوعنا لكن هذه جدتي يعني بالطريق فعمر الحكيم واصدر بيان مناسبة هذا اليوم قال فيه يوم المعلم أن العملية التعليمية في يوم المعلم قال إن العملية التعليمية هي إساس التنمية المستدامة وأذا كلام كله صحيح أن العملية التعليمية هي إساس التنميةาง المستدامة ويتطلب ذلك تطوير أركانها الأربعة الطالب والمعلم والمنهج والمدرسة وقال ندعو إلى إحداث ثورة تعليمية شاملة كل الكلام صحيح والكلام ما أدري من مستلب من ماخذه موجود هو كثير المتحدثين بي المتحدثين بي هم ناس يعرفون قيمة التعليم ومثل عمار الحكيم بس المهم تحدث هذا الموضوع طيب لنضع هذا القول على ما يجزي في العراق هو عمار الحكيم واحد أساسي مما حصل في العراق خلال 21 سنة هو هذا التيار الذي يسمونه تيار الحكم الوطني هذه وطنيتهم وحكمتهم وصلت العراق لهذا المستوى العراق خارج قوائم التعليم في العالم كلها عندما يسألون لماذا يقولون لأن في العراق لا يوجد التعليم أسوأ التعليم تسرب من المدارس والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات من أكبر ما يمكن أكثر فساد في العالم أكثر خراب أكثر تدمير مناهج من أسوأ ما يمكن ونعود إلى ما قال الأركان الأربعة للتعليم اللي هي الطالب والمعلم والمنهج والمدرسة المدارس من أسوأ ما يمكن نحن في هذا البلد اللي مواردة مليارية وموازنات السنوية تتجاوز 150 مليار دولار وهو بحاجة إلى الآن 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 كما يقولون هم يقولون 13 ألف مدرسة يحتاج والعدد أكبر طبعا ومناهج من أسوأ المناهج وتبقى الطالب والمعلم الطلبة تسرب ومصيبة ولا قيمة للتعليم عندهم والمعلم أنتم تعرفون حاله حتى تصنع وهذه واقع الحال حتى تصنع تعليم جيد يجب أن يكون هناك بيئة مجتمعية تحترم التعليم أنتم خلال 21 سنة لم تجعلوا المجتمع يحترم التعليم لأنه كل المزورين للشهادات وكل المزورين للخبرات كل الأصحاب العقول الكسيحة صاروا في أعلى الوظائف وصاروا يملكون كل ما يملكون والناس اللي لها عقول قتلتوهم وسحلتوهم أطباء وأساتذة الجامعة وعلماء بحجة هذا بحثي ذاك معرف من وهذا ضد المدري إيش وهذا بالخطأ وهذا مدري من العصابة وهجرتوهم والآن أكثر من عشر ملايين ربما عراقي كلها من الخبرات خارج العراق فقط في متحدثين بهذا الموضوع فقط في بريطانيا فقط أكثر من ستة آلاف طبيب عراقي من خيرة الأطباء العراقي فأنتو لا تحترمون التعليم حتى تخلو الرمز أمام الناس خليته الرمز الفساد الطالب إن هو صغير ينظر إلى هذا الذي بالبرلمان وهذا بالوزارة ما عنده شهادة ولا عنده كل شيء وشهادة مزورة هو وزير وهو معرف منه ومسؤول وعنده ملايين وعنده بيوت القصور وخدم وحشم ومواكب تمشي قدامه ومواكب تمشي وراء فيقول لك شنو فائدة التعليم لوجه تعلم فما عادت قيمة للتعليم وما عادت قيمة للمعلم المعلم يوهان من قبل الطالب ومن قبل أهل الطالب ومن قبل عشيرته ومن قبل المنطقة لا يستطيع أن يقول للطالب مثل ما يقال بالمثل على عينك حاجب ما يستطيع لذلك صارت ماك قيمة للتعليم التعليم وظيفة يبني الأجيال نعم لكن المبليات الأجيال تميته بالملاكات التربوية وشون تصنع الناس وشلون ولا يمكن للتعليم واحدة كقطاع أن ينهب كل القطاعات الأخرى يعني في الحظيف نحن لدينا اقتصاد سيء ما عدنا اقتصاد سياسة اقتصادية سياسة عامة فوضى سياسة المجتمعية فوضى في الخدمات لا توجد خدمات في الخدمات الصحية لا توجد خدمات صحية بالسكن غير لائق فقر بطالة أمراض كل هذه تتجمع لكي إن كانت متطورة وناهضة سينهض التعليم معها والتعليم ينهض بها وإن كانت مهترية فسيكون التعليم مهتريا وهذا ما حصل في العراق أنت أوصلت التعليم إلى هذه الدرجة فإن تحدث ثورة تعليمية شاملة هذا يحتاج لها أدوات ويحتاج لها بيئة ومناخ مناسبين أنت حرقتوا هذا المناق وحرقتوا هذه البيئة شقدر عندنا من الأمية؟ نحن عندنا عشر ملايين أمي الآن في العراق بعد أن كان العراق خالي من الأمية من أوصل العراق لهذه الدرجة؟ ولماذا تريدون التخلف؟ ما هو هذا؟ أنتوا تناقضون نفسكم لذلك الحديث حديثكم شكل والفعل شكل آخر ذلك أي حديث تقولونه لا ينطبق على الواقع ليس له علاقة بالواقع ومن هذا هذا الحديث التعليم أساس التنمية المستدامة نعم لكن هل لديكم تنمية أنتوا؟ هل لديكم صناعة وزراعة ونهوض؟ وتعرفون ذلك الخريجين ونتوظفوهم تعتكم ثمان ملايين مذي عشر ملايين موظف عاطلين عن عمل بطالة بطالة يعني مغلفة وتطهم رواتب لأجلها لا يثورون ضدكم لكن سيزداد العدد ستضطرون إلى مواجهة الناس بالرصاص أنتم معتكم غير هذه اليد التي الضاربة اليد التي تسرقها التي تضرب فبالتالي ستواجهون الناس به لأن معتكم توظفوهم لأن إذا وظفتوا لحد الآن عشر ملايين خلال السنتين القادم راح تقدرون توظفون ثلاثة أربع ملايين موظف إنسان ما تقدرون وإحنا في كل سنويا ندخلون سوق العمل بحدود المليون العراقي شو راح توظفوهم فرح يظهرون بالشوارع راح أكفوكم كل مكان يسدون عليكم الهوى وما عدكم طريق إلا أن إما أن تهربون أو تواجهوهم بالرصاص وإذا واجهتوهم مرة بالرصاص وقتلتوهم مثل ما حدث في ثورة تشرين لن تستطيعوا أن تواجهوهم بالرصاص في المرات القادمة الناس راح تستعد والموجات ستكبر وحتى اللي يألكم تعتقدون حتى الموظفين اللي يأتكم سيخرجون معهم هذه المرة فبالتالي أنتوا ليس لديكم تعليم أنتوا أوصلتوا البلد لهذه المستوى وعليكم أن تتحملوا النتائج وهذه هي النتائج عندما كان الناس يلومونكم يقولون أنتوا مو أصحاب دولة مو رجال دولة كنتم تشمئزون من هذا الكلام ولتقبلوا وتحاربون اللي يقوله والآن تطبيق العمل وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله اشتركوا في القناة